نشوف التشكيل اللي هيفكر ازاي فيه كابتن حسام كده ندخل جوا عقله كده ونفكر نشوف هو برضو بيفكر ازاي التشكيل المتوقع بكرة المنتخب مصر اعتقد مش هيخرج عن كده يعني ممكن خلاف في لاعب او اتنين يعني في حراسة المرمة هو هيميل احنا ممكن نتكلم هل الشناوي ولا مصطفى شوبير مصطفى شوبير طبعا ماشي بحالة ممتازة واحسن حارس في دورة ابطال افريقيا وبيقدم مصب كويس بالسكة كابتن حسام ميال سنة للخبرة ان هو عايز ياخد سنة القيادة والخبرة عند محمد الشناوي برضو مصطفى شوبير ده ده الخلاف الاولاني ان الشناوي لمصطفى شوبير بس زي ما قلت هو ميال اكتر للخبرة في الاول طريقة اللعب عشان الناس تكونوا عارفة لكابتن حسام اربعة تلاتة تلاتة الاربعة اللي وراء محمد هاني نحية اليمين المحمد عبد المنعم ورامي ربيع اللي هما الاتنين مسكين قاسيين دلوقتي حاليا في النادي الاهلي فهو عامل سبات عنده ربيع وعبد المنعم مع النادي الاهلي ومحمد هاني هيخش معهم عمر كمال عبد الواحد كباكليفت اللي احنا كنتنا هنا وكريم وحداك كنا بنطالب بنضمامه الاسبوع اللي فات ونضمه مؤخرا بعد اصابة احمد فاتوه فعمر كمال عبد الواحد برضو هو الاقرب لقيادة الباكليفت خاصة ان ما فيش غير احمد نبيل كوكا وربما احمد رمضان بكم يعني كبديل لكن هو عمر كمال عبد الواحد الاقرب نيجي بعد كده ليه مروان عطية مروان عطية طبعا هو اللي هيلعب ستة وفيه اتنين قدامه هنا فيه ممكن امام عشور واحمد سيد زيزو الاتنين تمانية هما الاقرب بكرة يبدأوا وانا جاب برضو معايا صورة بتأكد الكلام ده ان هو في التمرين الاخير اهو الصورة دي بتكشف العقل التعليمات الاخيرة النهاردة في المرام بتاع النهاردة من على الموقع الرسمي خلتك وجبتها دلوقتي والله عندنا موقع رسمي رطيب فالصورة دي من المران الاخير لمنتخب مصر فيها التعليمات واضحة جدا انا بشوف يعني انا بتوقع بخش كده جوا عقل لكابتن حسام نشوف هو بيفكر ازاي فهي من الواضح ان هو قد يكون متجه ان امام عشور وزيزو هما التمانيتين اللي قدام اروان عطيه ان هما اللي حقيقين تمانية يعني مركز تمانية لأ هات الصورة اللي قبلها اللي قبل دي التشكيل ايوة يعني ان هو يبقى قدام اروان عطيه امام عشور واحمد سيد زيزو هما الاتنين اللي بيزيدوا وعشان طريقة اللعبة تتحول لاربعة واحد اربعة واحد ايوة بس احنا شوفنا الطريقة دي قبل كده ولم تنجح في وجود زيزو في هذا المكان التحديد بس امام عشور مكانش اساسي فمع المدرب السابق امام عشور لا امام عشور يفرق كتير امام عشور عنده الحل الفردي هو الادوار بتاعتهم هو الكابتن حسام في الضغط بيتتابع سياسة الضغط العالي يعني هيبقى مثلا مصطفى محمد ريزيجي محمد صلاح هم التلاتة اللي قدام مدولة خلاف عليهم التلاتة اللي قدام بيضغطوا ضغط عالي هيبقى معهم زيزو وامام عشور هم برضو يعني طريقة اللعبة تتحول اه في ظهرهم اربعة واحد اربعة واحد وانت بتلعب على ملعبك بتلعب على ملعبك وعايز تكسب فالاوراق اكتر هجومية عكس لما انت مثلا بتلعب منتخب كرواتيا بتتجه لأكرم توفيق بتوبعايز مثلا اكرم كان فكره ساعتها ان اكرم يرأي بمدرج كان كابتن رضا شحيتها معايا من شوية هو نفس تشكيل تقريبا كل المتفق عليه في معادة احمد زيزو اه حط التشكيل التاني ممكن نجيب التشكيل التاني يا شباب ان الصورة اللي بعد اللي هي هنلاقي هو كده اكرم توفيق مكان زيزو اكرم ولا حمدي اكرم ممكن الاتنين اي واحد فيهم اكرم او حمدي ده لو هو اتجه للدفاع يحط اكرم توفيق او حمدي فاتحي بس هو هنا من الواضح في التامريل الاخير اه كده الاهلي فعلا بيلاعب بوركين وكده كله معادة الثلاثة اللي قدام حتى تريزيجيه لأ ابو احسي بتريزيجيه اه فهنا لا طبعا وفي الاخر يعني مع الاهلي ايه فهنا طبعا هو هنا الفكرة بتاعته ان انا بلعب على ملعبي فعايز اتنين كورتهم حلوة قدام امام عشور وزيزو بس انا بشوف ان ازاي محداك قلت زيزو هنا النهاردة محمد صلاح مش حيرجع مش حيب عنده ادوار دفاعية فانت محتاج واحد زي اكرم توفيق يأمنه اكتر في الجابهة اليمين مع محمد هاني عكس زيزو زيزو برضو عنده قدرات بدنية هيلة ويقدر برضو يعمل الجنب ده بس من الواضح يعني احنا بنخش كده جواحا لكابتن حسام انه هو ميال اكتر للتمانيتين زيزو وامام عشور ترجمة نانسي قنقر